من جد وجد ومن زرع حصد القانون الجزائري يحارب بإجراءات صارمة كل محاولات الغش تسريب المواضيع والتشويش على المنتحينين للحديث عن الموضوع أسعد مشاهدين بالترحيب بالمحامية الأستاذ ربيع زواوي أهلا وسهلا بكم سيد شكرا أهلا بك سيدتي وفي اليوم الثاني لامتحانات البكالوريا نتمنى التوفيق لكل طلبتنا الأعزاء نعم كل التوفيق للجميع نسلط الضوء إذن على ما يليه القانون الجزائري من أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة تسريب المواضيع في هذه المواعيد الهمة ما مكنت هذا الموضوع في القانون الجزائري محاربة التسريب وتل محاولات التشويش على المنتحينين نلاحظ أن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة للغش في الامتحانات خاصة امتحان سهدت البكالوريا اللي راه مرحلة انتقال الطالب إلى مرحلة الجامعة وهي مرحلة اللي رايح تقود للشغل المشرع الجزائري هنا أولى لها فصل كامل اللي هو المساس بنزاهة الامتحانات بنزاهة الامتحانات وكذلك المسابقات وأولى لها المشرع الجزائري في سنة 2020 28-28 أبريل قانون حدد قانون خاص بها لو هو قانون 20-06 وهناك مواد من المدى 253 مكرر 6 إلى غاية المدى 253 مكرر 12 وكل هذه المواد المشرع الجزائري اتجه وحذو أنه يحارب ظاهرة الغش مهما كان نوعها خاصة تسريب تسريب الامتحانات أثناء تسريب الامتحانات وأكدوا على هذه النقطة هي تسريب الامتحانات وكذا المواضع والأجوبة لأن حتى الأجوبة أجوبة في بعض الأحيان نجد أجوبة لا ينشر السؤال ولكن تنشر الأجوبة هنا المشرع الجزائري في نص المدى 253 مكرر صدة حددها بوضوح وشدد العقوبة من سنة حتى في السنوات وغارمة مالية من 100 ألف دينار جزائري إلى 300 ألف دينار جزائري اتجه المشرع الجزائري وهنا اتجه إلى أبعد من ذلك أين حارب ظاهرة أشخاص آخرين يشتازوا الامتحانات المشرع الجزائري مقعد في التسريب فقط وإنما اتجه إلى ظاهرة أشخاص آخرين بتزوير وثيقة الهوية أو شيء من هذا القبيل يروح يشتاز الامتحان مكان شخص آخر وهذه ظاهرة كبيرة ونحن المشرع الجزائري في الفقرة من المنص المدى نعم وهي خاصة يتابع بعد تحريك الدعوة العمومية بعد التعرف على الهوية هناك انتحال تهمة انتحال شخصية هناك صفة شخص آخر لأنه طالب رح يحضر نفسه ومن بعد يجي يلقى شخص آخر اللي رح يحضر نفسه وين في بعض الأحيان يكون اشتاز الأخ انتاعه للزميل انتاعه في نفس المستوى اشتاز الامتحان وعنده مستوى كبير لأخر الإنسان من الخوف أو من هذا القبيل يروح يحوس لكل مشاريع الجزائري هناك صار في ذا النقطة خاصة في نص المدى 1253 المكرر ستا في الفقرة الثنين وين وضع حد للشيء هذا لأنه حقيقة هناك بعض التلاميذ يتعبوا يتعبوا وين يجوا أشخاص آخرين رايح يتسري بهذه الامتحانات وأنا تحدثت عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع خاصة كنت قلت في المقدمة حدثتي مباشرة على مبدأ تكافؤ الفرص لأن هنا الأشخاص نمو شارع الجزائري نقولوا أنه أصاب أصاب في هذه النقطة خاصة لأنه إنسان يتعب وإنسان ليس يتعب ومش كيف كيف سي فغير الفرق أو فرق كبير لأنه هنا المشارع الجزائري أنا نقول أنه راح بعيد راح بعيد حتى كان ظروف ظروف تشديد في نص المدى مئتين وثلاثة وخمسين المكرر السبعة وين أعطى ظروف تشديد وين كانت العقوبة قلنا سنة إلى ثلث سنوات والشي اللي شفناه في دورة السبتمبر سنة 2020 وين ضربت العدالة بيد من حديد لأنه طبقة القانون لأنه القانون لأنه القانون لأنه متابعة لمتورطين في هاته قضايا لأول مرة للعديد العديد من الولايات ما يقارب عشرين ولاية تم متابعة أشخاص أشخاص كانوا سبب في هذا الشي وكانت العقوبات حتى عقوبات سلبة للحرية لأنه حتى أنهم موش مسبوقين قضائيا أنه اللي قاضي الاعتياد أنه يتجاه لظروفه تخفيف في بعض الأحيان لما يكون الشخص غير مسبوق قضائيا لكن خطورة خطورة الفعل المجرم قانونا لأنه هنا يجيب التوعية أن قاعدة قانونية تكون تمس بالمجتمع تمس بالمجتمع لأن المجتمع الجزائري من قدروش مشاريع الجزائري ما يقدرش يخرج على المجتمع يحذو خاصة شهادة البتالوريا عندها مكانة خاصة بعد اجتماعي تربوي تعليمي كبير في الجزائر طيب قبل التفصيل أيضا في أهمية التشديد وهذه العقوبات أدعوك أستاذ أزواوي وأدعو مشاهدين الكرام إلى متابعة هذه الورقة حول موضوع تسريب ظاهرة تسريب امتحانات البتالوريا خطورة هذه الظاهرة الموضوع من توقيع الزميل عبد الرزاق ضمانا لسيرها الحسن ونزاهتها في التحسيل العلمي عمد المشرع الجزائري على تجريم أي محاولة للمساس بمصداقية المسابقات والامتحانات الوطنية من خلال قانون العقوبات عشرين سفر ستة معتبرا أن أي تصرف كان يمس بنزاهة الامتحان جارمة يعاقب عليها القانون نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحان يعاقب عليها القانون بالحبس من سنة إلى تلت سنوات والغرمة من مائة ألف إلى تلتمائة ألف دينار جزائري لدارة تكيبة هذه الأفعال من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تقطير والإشراف على الامتحانات العقوبة تكون مشددة من خمسة إلى عشر سنوات والغرمة من خمسمائة ألف إلى مليون دينار جزائري ترسانة قانونية وضعت للحد من الاستعمال السيء للتكنولوجيا مواضيع حقيقية كانت أم غير ذلك والتي تثير دائما البلبلة والشك وسط الممتحنين كما أن هذه العقوبات قد تصل إلى خمسة سنة وتوصف بوصف الجنائي إذا ترتب عن هذا النشر للأجوبة أو الأسئلة أثناء أو قبل المسابقة أو الامتحان إلى إلغاء الكل أو الجزء للامتحان فتصل العقوبة إلى خمسة سنة سجن نافذة النيابة وبمجرد علمها ارتكاب إحدى هذه الجرائم المذكورة سابقا مهما كانت الوسيلة التي يصل بها إلى علم وكيل الجمهورية ارتكابها تتحرك مباشرة سون مصداقية الامتحانات مهمة أولتها الدولة بالغ الاهتمام لضمان حقوق الممتحنين ومستوهم التحصيلي بعيدا عن كل أشكال الضغوط والتشويش إذن نوصل للحديث في هذا الموضوع الطابع الجناء على كل نسميها جرائم ما هي جرائم بالفعل المتعلقة بالمساس بمصداقية هذا الامتحان المصيري أستاذ زواوية تشديد كبير في القانون ونلاحظ هذه السنة أن هذه الظاهرة بدأت تقوض هل هذا ملاحظ فعلا هو اليوم الأول اليوم اليوم الثاني كيف هي المتابعة لهذه الظاهرة في هذه الأيام أيام امتحان شهادة البتالوريا نلاحظ أنه اليوم الأول لم يتم تسريب ولم نلاحظ أي ولم نسمع بأي حالة غش ارتكبت على مستوى التراب الوطني كنا العام الماضي كانت عشرين ولاية نعم سنة نلاحظ أنه العقوبات الردعية التي أو الزجرية لقانون العقوبات لأنه قانون العقوبات ليس قانون إجرائي وإنما هو قانون زجري قانون ردعي وذلك لحماية المجتمع أو أفراد المجتمع من الأفعال الخاطرة المرتكبة نلاحظ أن المشاريع الجزائري تجهل التشديد في نص المدى 253 مكرر سبعة وين الأشخاص الذين يقوموا بالتحضير أو الإشاراف أو تنظيم هذه الانتحانات والمسابقات هنا العقوبة انتقلت كما كنا نقول كانت من السنة إلى ثلث سنوات لكن هنا العقوبة انتقلت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وهنا العقوبة تلاحظون أن المشاريع الجزائري شددها حتى ورانا في الجنح لأن هناك وصف جنحي وهناك وصف جنائي هناك الجنح وهناك الجنايات المشاريع الجزائري وش الأمر اللي اتجه ليه أو الجأ ليه أو حذاليه هو أنه خل الوصف الجنحي وين يكون مرتكب الفعل أو مرتكب الجريمة هو المنظم أو المشرف على هذه المسابقات أو الامتحانات وراح بعيد المشاريع الجزائري سيدتي وين في نص المدى في المكرر ثمانية مئتين وثلاثة وخمسين اتجه إلى الوصف الجنائي وين العقوبة هنا تولي الجريمة تولي جناية وصفها جنائي وين خاصة لما يلغى وهي الكاريفة لما يلغى تلغى المسابقة أو تلغى الامتحان يلغى الامتحان هنا جريمة خطيرة لأن هذا الأمر يمس بالسيادة الوطنية حتى وأنه لما يلغى هذا أمر خطير جدا هنا المشاريع الجزائري يضرب بيد من حديد وذلك لزجر أو لردع كافة من تسوي له نفسه لاتجاه إلى هذا الغش أو تسري هنا نشير أنه هناك ربما الممتحنين اللي يبحثوا على الطرق السهلة لاجتياز هذا الامتحان هناك أيضا عناصر للأسف من الأطر التربوية الذين يشارتون في هذه العملية طول هذه النقاط أخذها المشاريع الجزائري بعين الاعتبار نعم سيدتي نحن نلاحظ أن الطلابة رميل تجهو طلابة وحتى المسربين لأن الطالب الطالب ما هو شح يعرف بالامتحانات المسرب للامتحان أو المسرب للجواب هو الذي سيستعملنا الطرق التكنولوجية أي وسائل الإعلام والاتصال التكنولوجيات هنا تطورت هنا المشاريع الجزائري سوف نتوقف وبإسهاب في هذه النقطة وسائل التواصل الاجتماعي الفضاء الرقمي الفضاء الأزرق هو المسرح الأساسي لحدوث هذه القضايا من خلال نشر الأسئلة من خلال نشر مواضيع والتشويش على الطلبة حتى وإن كانت مواضيع خاطئة ليست موضوع الامتحان وإنما تساهم في التشويش على جزء تبير من الطلبات فأقلم القانون الجزائري هذه القوانين مع هذا النوع من الجرائم التي يكون ارتتابها هو الفضاء الرقمي أو الفضاء الأزرق أن المشرع الجزائري أحدث أو استحدث في قانون 0904 هيئة هيئة خاصة وذلك هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها لأن هذه الهيئة أعطاها المشرع الجزائري أو أعطتها الدولة الجزائرية كافة الصلاحيات القانونية اللازمة للدخول والولوج للفضاء التكنولوجي سواء إعلام والاتصال سواء فضاء الأزرق أو كل ما يتعلق بتكنولوجيات لإعلام والاتصال لأنه تكنولوجيات لإعلام والاتصال ماهوش الفضاء الأزرق فقط وإنما الانترنت بصفة عامة تلاحظوا أنه ويقول لك هذا هو الامتحان امتحان البكالوريا في مادة الرياضيات أو في مادة معينة لكنه يكون خاطئ وهنا نقدر نروح حتى للتضليل هنا رح تضليل للطالب والطالب هنا رح يوقع في خلل نفسي أو افتراب نفسي خاصة هو يحضر لاجتياز امتحان نقول حتى وشهادة التعليم الابتدائي وشهادة البيان عندها قيمة كبيرة للأولياء وكذلك للتلامير لما نقول هذا هو الامتحان أو هذا هو موضوع أو هذه هي الإجابة هنا المشاريع الجزائري وضع هذا الهيئة وذلك للوضع حد ومراقبة ومراقبة هذا الفضاء وعطالها كافة التكنولوجيات وكين عندها عندها كما نقول أنه عندك كافة الوسائل المادية والمعنوية خاصة الأشخاص المتكونين في التكنولوجية الليزانجينياغ المهندسين في الإلكترونيك إلى غير ذلك عندهم تكوين كبير وذلك للوصول إلى الأصل المعلومة لأنه إلا كان في هنا نشير إلى تشعب القضايا في بعض الأحيان وصعوبة الوصول إلى منبع حدوث هذا التسريب خاصة إذا تعلق الأمر بالفضاء الأزرق الوسائل المسخرة هي وسائل كبيرة وأيضا تتوين الإطارات في الجهات المختصة العدلية لمتافحة هذا النوع من الجرائم حتى أنه هناك شريحة من المرتكبين سواء عن قصد أو عن غير قصد لأنه تلميذ المتورطين عن غير قصد في نشر هذه الموضوع من المستحيل الوصول إلينا الهيئة هذه وكان هيئة الهيئة الوطنية التي تحدثت عليها التي كانت تابعة للوزارة العدل وبعد ذلك كانت الوزارة الدفاع الوطني لكن مؤخرا في سنة 2020 أصبحت تابعة بمجم مرسوم رئاسي لسيد رئيس الجمهورية نظن أن هذه الهيئة كنت تحدثت عليها سلفا أنه عندها كافة الإمكانيات تروح حتى لمديريات الأمن الوطني الولائية عندها خالية مختصة خالية مختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية تكوين عالي سواء على مستوى ضبطية قضائية للشرطة الأمن الوطني أو على مستوى الدرك الوطني لأنه المحهد العلم الإجرام الدرك الوطني عنده قيمة قانونية عنده قيمة قانونية كبيرة بالنسبة لنا كدفاع حتى للقوضات للوصول خاصة الخبرات التي يقوم بها تلاحظوا أنه الثاني إفريقيا وعنده مستوى كبير والناس التي تعمل به عندها تكوين جدا عالي لأنه بعض الطلاباء أو بعض المساربين يقول لك ما نقدرش يكتشفني بتغيير الأسم أو ندخل بأسم اقتراضي أو شح من هذا القبيل فتح حسابات جديدة لكن هذا أو المكان تحديد المكان أصبح سهلا الشيء اللي حفظناه أنه ما كانش تسري بالسنة لأنه أصبح الطالب يعتمد على النفس نتاعه لأنه لما يعرف ويتأكد أنه الدولة راه تضرب بيدين من حديد رايح يعرف أنه الاعتماد على النفس هو الحل الأمثل والوحيد للطالب أنه يحذر نفسه يوجد نفسه للامتحانة نتاعه والمسابقة نتاعه والله سبحانه وتعالى هو اللي راح يوفقوا لأنه نحن تشوفوا الجرائم الإلكترونية عندنا بزاف جرائم الإلكترونية لا يشغل تسريب لكي الناس تستعملها للقذف للوشاية للتحدث أعراض الناس إلى غير ذلك أصبح أمر سهل بمجرد استعمال بمجرد استعمال الموقع تواصل الاجتماعي هذا رايح يتحدد مباشرة بصفة عادية لما يحضروا عندي المكتب ويقول لك أنا أستاذ هناك قضية معينة ونقول له هذا هو الأمر السهل وهذا هو الأمر الهيئ في الجرائم في الجرائم الحالية اللي راح حاليا لأنه بمجرد تقديم شكوى الوكيل الجمهورية يحرك الدعوة العمومية تحريك الدعوة العمومية تروح الخالية هذه المختصة في الجرائم الإلكترونية تحديد ويكون دقيق وما يقدر الإنسان ينكر ما يقدر ينكر بعض الأحيان يحضر الإنسان ويقول لك أنا لم أرتكب هذا الفعل لكن هذا الحساب رايح يلاحظ أنه راح يشتشفهم الهاتف النقال من المكان يقول لك أنا عندي عندي جهاز كمبيوتر في المنزل أو في المكتب واستعملوا شخص آخر لا يعذروا جاهلون بجهله للقانون هذا مبدأ عام ومبدأ قانوني مكرس قانونا ودستورا لأن الدستور هي اسمه وافقة لا يمكن أن تقول أنه أجهل القانون نقول لك أنت تحافظ هنا أصبحت الصرامة بالفعل نعم هنا أصبحت الصرامة لأن إنسان هنا لا يمكن أن يبتعد ويقول لك أبعد من ذلك حتى هذه المواقع التواصل الاجتماعية حتى تستعمل مشاريع الجزائري لا أصبحت العقوبات فقط على الأشخاص الطبيعية حتى على الأشخاص المعنوية حتى الأشخاص المعنوية في نص المدى 253 وكرة 12 وين هنا تتوصل حتى للغلق وغرامات كبيرة لأن إنسان يقول لك هذه مؤسسة حين نستعمل عادي لا عندنا مؤسسة هذه لا تكون عندنا عقوبات الحبس لأننا مشامع الجزائري منين يخاف يخاف غير من عقوبة الحبس لكن المؤسسة لما تستعملها لما تصلت لها العقوبة رايحة أوتوماتيكمو تكون عملية أوتوماتيكية عملية أوتوماتيكية الشخص الطبيعي لا يستعمل هذا الشخص المعنوي إنه الشخص المعنوي عبارة عن شركة لا يستعمل لأنه شيء آخر إنه الشخص المعنوي أوتوماتيكمو يبدأ بطبيعة الحال لا يستعمل في الجرائم الإلكترونية هذه خاصة اليوم التي نتحدث عليها تسريب الإمتحانات أو الأجوبة وإضافة إلى تسريب الإمتحانات هناك أيضا العديد من الظواهر التي يسعى القانون الجزائري إلى القضاء عليها والتي نسعى جميعا للقضاء عليها خلال هذه الأيام هذه المسابقة الوطنية الهامة من بينها الغش أثناء أيام الإمتحان باستعمال أيضا في بعض الأحيان أجهزة جد متطورة تسريب الأجوبة إلى عند التلميذ تل الإمتحانات أخذت للحد من هذه الظاهرة الإمكانيات كانت في السابق إمكانيات إذا أحصل العقوبات الإدارية كنا لا تحدث لذلك العقوبات الإدارية نحن نرحول الإمكانيات اليوم دولة الجزائرية رحضت أبعد من ذلك رحضت اليوم الإنترنت رحضت تقطع الإنترنت في الساعات الأولى أهمية هذا هذا الفعل قطع الإنترنت في هذه السوايعات الأولى لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات أهمية هذا الإجراء الذي يلقى في بعض الأحيان امتعاض من طرف التثيرين من طرف المؤسسات من طرف المؤسسات لأنهم يحتاج الاستعمال الانترنت دوري لأن التطور والعصرانة أصبحت الاستغناء على الانترنت أمر مستحيل نقوله مستحيل كل المؤسسات سواء عمومية خاصة تستعمل الانترنت لكن لما يكون عم بالفايدة وستكون خسارة لا يمكن أن يكون خسارة كبيرة وحتى أن القطع لا يمكن أن يجاوز الساعة لأنه خسرت أثناء تسليم وراق الامتحانات لا يمكن أن يدخل أي شخص حتى بعد ذلك تسرب الامتحانات أو تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي لا تسمن ولا تغني من جوع لأننا وي سيفري رايح المؤسسات المؤسسات تتضرر أو الأشخاص التي تستعمل الانترنت لكن أنا نقول على هذا المنبر وجهة نظري شخصية على هذا المنبر المحترم أنه ربا ذرة نافعة علش؟ نقوله ربا ذرة نافعة لأنه هنا سيادة على الدولة الجزائرية من تجهوش لأنه خسارة تكون قليلة الخسارة لما تكون قليلة وتكون الفيدة كبيرة التي هي سمعة الجزائر الحبيبة هنا لا تقدروا بثمن خاصة لما تكون الخسارة قليلة أعيد وأكرر أنه هناك في موصل توصول تضمر كبير من طرف المواطنين نقول فقط هذه فترة خمس أيام ساعة في الصباح على الساعة الثامنة وساعة على الساعة الواحدة والنصف لا تسمين ولا تغني من جوع بالنظر للنتيجة التي ستلقاها النتائج التي سنشوفها في أرض الواقع والتي شفناها خاصة السنة لهذا العام لاحظنا أنه تطبيق هذا القطع على الانترنت والتطبيق الصارم في سبتمبر 2020 للقانون اللي نص عليه المشاريع الجزائري قانون 20.06 نظن أنه ضربت الدولة الجزائرية بيد من حديد وذلك لوضع كل لوضع حد لكل من تسوي له نفسه خاصة لما قلت سيدتي المحترمة حنا الأشخاص التلاميذ هذا مبدأ تكافؤ الفرص كنت تحدثت عليه في البداية ونعود ونركز عليه لأنه ما هي الفائدة المرجوة من تسريب أجوبة ولا أسئلة الامتحانة ما هي الفائدة لا نجد لها فائدة كبيرة ولا تبخص الناس أشياءهم أو حقوقهم لأنه واحد يأخذ حق الثاني ويتكون متفوق على الثاني بطريقة غير سوية وهذا يذر طبعا يذر كثيرا ويحبط معنويات ويصبح الأشخاص ما يثقوش في بعضهم بعض لأن هذا الغش بصباح الأشخاص ما يثقوش تلميذ خاصة في المرحلة رايحة تلميذة تلميذة والمارة والتلميذ رايحي والمارة والمارة وإذا كان تربى على أن هناك الغش أمر جد مؤسف جد مؤسف وما بني على بطل فهو بطل وهذا يؤثر على تل التتوين العام لمختلف الإختصاصات طيب التنسيق وأهمية تل هذه الإجراءات أهمية نشر هذا الوعي التحسيس بخطورة هذه الظاهرة حتى نتفاد حدوثها على الميدان لأن هذا الهدف من هذه الإجراءات هي ردعية والصاربة الهدف إلى الوصول إلى جو تربوي لإجراء الامتحان تلو عدالة تلو أيضا مبدأ تتافع الفرص نعيد هذه العبارة عدة مرات التنسيق وأيضا أثر ذلك على الأسرة التربوية نشير إلى دور الأساتذة الآن في ضمان تطبيق هذه المبادئ الأساتذة لهم دور كبير إضافة إلى الأسرة خاصة الأسرة الأسرة نقول هي الحسن المتين وذلك لبناء مجتمع لبناء دولة نحن لما نشوف سيدتي المحترمة الأسرة هذه لا نصحت الإبن هذا صحيح لا نصحت الإبن لا نحن نوصله نوصل لمجتمع غير سوي لكي لا نقول كلمة أخرى مجتمع غير سوي ونحن نسعى جاهدين كأولياء وذلك لتحقيق هذا المبدأ تتكافؤ الفرص إذا كان الإبن انتعي ليس له مستوى فعليه الإجتهاد أنه دائما لا يوجد شخص لا يعرف صحيح عليك بالإجتهاد والأفاق مفتوحة الأفاق مفتوحة والإنسان لا نستطيع أن نكون طباء لا نستطيع أن نكون مهندسين يجب الإنسان هذا حتى تلاحظوا أنه مشاريع الجزائري الانتحانات ومسبقات التعليم العالي والتكوين حتى التكوين المهني تعليم والتكوين المهني إنسان الذي منجح سيقين إطار التكوين المهني وتعليم والتكوين المهني أخذ متن أستاذ زواري في الأخير فقط حبذا لو تحدثنا عن مجريات القضايا التي المتعلقة بالتسريب في سبتمبر 2020 كانت أولى القضايا والعقوبات كانت صارمة لنختم هذا الحديث بشيء من ربما النصائح الوعظ من أجل الابتعاد عن هذه الظواهر السلبية نقول المتضرر الأول والآخر هم الأولياء لأنه لما تكون تطبيق القانون رايح الأولياء راح ينضرروا سواء هذا المسرر بيكان الشخص هو عامل أو مشريف أو هي عقوبة صارمة راح ينضرر حتى الأولاد انتعوا ونظن أنه وقعت واقع وقائع كثيرة في المحاكم لا نسردها في هذا المقام المحترم إلا أنه الإنسان يجب عليه أنه دايما يتحلى بالرازانة يتحلى بروح المسؤولية خاصة لحظروا الامتحانات تلاحظوا أنه راهم كانوا في وقت الماضى يقعدوا في الفنادق لمدة 30 حتى 40 يوم وهما في الفندق وذلك لعدم تسريب هذه الامتحانات نحن نلاحظ أن أروقة المحاكم حاليا لم يتم تحريك أي دعوة والشيء يشرف الدولة الجزائرية المجتمع الجزائري والدولة الجزائرية نتمنى أن تتتمل الأيام الأربعة المتوقية على هذا المسق إن شاء الله من جد وجد ومن زرع ومن زرع أشترك جزيلا الأستاذ ربيع أزوبي المحامي على هذه التوضيحات وعلى الحضور معنا أيضا في برنامج هذا الصبح شكرا شكرا مشاهدين متواصلون دائما مع تنفاص القصير ثم نعود